وصلت وزارة داخلية حملاتها لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزياد من السعر الرسمية وتمكنت الوزارة خلال 24 ساعة من ضبط 532 قضية مونية بمضبطات بلغت 136 طن وفي مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستلاء على السلع المدعومة تم ضبط 49 طن وفي مجالي البيع بأزياد من السعر الرسمي لمواد البناء تم ضبط 15 طن أسمنت وفي مجالي عدم الاعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزياد من السعر الرسمي تم ضبط 72 طن وفي مجالي قضايا المخابز تم ضبط 732 قضية من بينها 160 قضية خبز ناقص الوزن و130 قضية خبز غير مطابق للمواصفات وفي مجالي ضبط مخالفات التلاعب منظومة توريد وتداول القمح المحلية تم ضبط 7 قضايا بمضبطات بلغت 28 طن أقماح محلية